كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب في كل قيام يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمر حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء؟ القوة لا تدوم قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد الطفل يبدأ طفل ثم مراق ثم شباب ثم كاهل ثم شيء خلاص تيك الدول تيك عمر الدول تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندفار ما في فايدة وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول أن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة في الاربع الأولى كانت أننا نكبح في الاربع الأولى بدت أننا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل في الاربع الأولى الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني استشفاف قرآني تقبل إلينا إن شاء الله هو قادم لا محالة وعد الله لا يخلف إن الله لا يخلف وعده أبداً رغم اليأس الذي يسيطر على الناس؟ قال لي أستاذ لا قيمة له عند الناس الذين لا يقودون المركب إذا كان الذي قادت المراكب لا يأسون ومسرون على خطواتهم فأشار دائماً وين ما وديته بروح بمشي بجري وراك يعني أنا بستشف من القرآن الكريم زي ما قال في المدينة ما ظننتم أن يخرجوا يعني المسلمين كانوا يشو ظنوا يقدروا يستولوا عليهم وظنوا أنهم مانعتهم خصونهم من الله يعني هذول ما عتد دينهم قوتهم والمسلمين بيقولوا يعني ممكن يقدر وهو الواقع الآن يعني صحيح أن الأمة بتاعتنا قادرة تحرر رسل احنا بنشق في حالنا ومكاناتنا وقدراتنا ومستقبلنا وهم بيقولوا احنا بنملك أكبر تنسان دولي كمين بيقدر علينا فهم بعتزوا بقوتهم وهم خايفين من ضعفنا لكن إرادة الله غالبة وستأتي الساعة التي ينهار هذا الكيام في ألمح البسر إن الفساد لا يدون في الأرض لقد قرر القرآن الكريم أنهم يفسدون في الأرض أنهم يمزقون القيام في الأرض والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر